طيب هنروح لكرة السلة رجال طبعا يعني احنا كنا سعداء جدا بمطش اول مبارح مباراة الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 86-85 بعد وقت اضافي كلنا تابعناها وطبعا ده بيخلينا او بيأكد تفوق النادي الاهلي والنادي الاهلي مازال في المركز التاني والفرقة مركزة كويس بس قفلت صفحة خلاص نادي الزمالك وعندنا مباراة الجزيرة يوم الجمعة القادمة ان شاء الله بالمناسبة احنا بإذن الله هنريح لحضركم مباراة الجزيرة يوم الجمعة والمعات قد يتغير والمعات حتى الآن 6 وقد يتغير نتيجة برضو يعني حقوق البث او الكلام ده المباراة 8.5 المباراة ان اسف مباراة سموح هتبقى الجزيرة 8.5 انا اسف لان احنا قلنا الكلام ده أبد الهوى بس الحقيقة المباراة كتير ما شاء الله نشاطات كتير فكل الامور يعني تبقى واضحة يوم الجمعة ماطش الجزيرة تمانية ونص مباراة الساعة الثامنة والنصف بإذن الله عشان البث وإن شاء الله هنقل على القناة النادي الأهلي هنتابع لعبتنا عن قرب طيب فرقتنا بشكل كبير الحمد لله يعني برجع تستعاد الجزء كبير من مستواها شفنا أداء جاية في الملعب شفنا طبعا يعني المباراة بتروح وتيجي وعندي بعض النقاط بعض النقاط اللي عايزة ترحم من حضراتكم أنا مش هتكلم في الملبسات والأمور اللي حصلت والأحداث ولكن خلينا اتكلم فيش جزء الفني وإحنا تعودنا كده مع النادي الأهلي أن احنا بنتكلم فيما يخصنا طيب خلينا اتكلم عن النقاط الإيجابية أول نقطة إيجابية خلي بالكم النادي الأهلي كسب مباراة الزمالك هو ناقص يعني ناقص مين ناقص عمر طارق أحد أعمدة الفريق ملعبش ناقصين مروان سرحان أحد أعمدة الفريق إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع في العودة تانية لمطشاط الدوار الإقصائية عندنا أحمد حمدي اللي في أمريكا أيضا ناقص يعني عندنا ثلاث لعيبة ما يبنعبوش وإضافة عنصر جديدة هو أحمد إسماعيل وبالمناسبة أحمد إسماعيل في الوقت اللي شارك فيه يعني هو لعب ثلاث مباراة يمكن حتى الآن أحمد إسماعيل عامل شغل كويس جدا وبيموت نفسه دفاعا وهجوما والصراحة يعني الولد يعني عمل على عليا وزيادة وطبعا مستنين منه الأحسن يمكن السنة اللي أضاها مع الفرقة السنة اللي قبل اللي فاتت وفرت عليه وقت كبير جدا في موضوع الهرموني مع الفرقة ولكن مع جهاز فن جديد وراجع مع أضافة لعبين جداد لا أحمد إسماعيل عمل مباراة جيدة جدا طيب احنا نقصين في الوقت اللي نادي الزمالك كامل نادي الزمالك لعب المباراة كان يمكن أنس رب الله شفاه ورجع لعب أنس ما كانش بلعب ولكن في مباراة الأهلي لعب وكان لعب مباراة قبل كده وكان متقلق يعني بفرمة جيدة نادي الزمالك لعب بشكل كامل في الوقت كمان مش بس لعب بشكل كامل لا ده المحترف عمل أحسن مباراته على الإطلاق في الموسم وحط 33 نقطة يعني الزمالك كان في أفضل أفضل حالاته يبقى أنت بتكسب وانت ناقص بتكسب فرقة موفقة جدا وفي أفضل حالاتها الفنية والعاددية كل اللعبة في نادي الزمالك كاملة وما كانش ناقص شيء من الأمور اللي جابية الحقيقة اللي شايفينها مش بس المباراة دي ومباراة الفاتت أن الفريق مفوش نجم النادي الأهلي مفيش النجم الأوحد مفيش حاجة اسمها نجم أوحد زي ما يعني دايما بيتقال أو بيتعب لا في حاجة اسمها فرقة مجموعة لعب جماعي مفيش حاجة اسمها النجم الأوحد أو النجم الشباك أو النجم المسؤولة أنه لو حط 30 بنت بنكسب لو ما حطش 30 بنت بنخسر ما عندناش ده كل مباراة بتلاقي لعيب بيتقلق لعيب بيرجع وهتلاقي كل لعيب هتفتكله دور لو اتكلمت على كل الفرقة عمر الجندي يهاب أمين مش هتكلم عن النجوم بس أحمد مهيب النهاردة مباراة دي حطته يعني في نجومية تانية خالص بالرغم من هو شارك إيه يمكن شارك فيه قبل الشوطة 3-4 ثواني جاي من على البنش وهتكلم عن النقطة دي جاية يعني كل لعيبة هتفتكل لها دور حتى اللعيبة المصابة مرهان سرحانة هتفتكل له مطشات أحمد حمدي اللي مش موجود هتفتكل له عمر طارق كل اللعيبة بدون استثناء عمر زهران كل اللعيبة بدون استثناء هتفتكل لها مطش أو اتنين كسبونا بس مفيش نجم أوحد لا في الهجوم ولا في الدفاع ودي حاجة بالمناسبة مجهدة جدا لأي فريق هتلعبه أي فريق هتلعبه صعب يعمل عليك سكاوتينج وصعب يوقف مفاتيحك أنا راجل بتاع بسكت أعرف بقول لكم إيه لما يبقى عندي نجم واحد أنا بقدر أوقفه إنما لو عندك فرقة ما انتش عارف مين هتقلق النهاردة الموضوع ده اللي بيبقى متعب للفرقة التانية ودي حاجة كويسة وده جاي نتيجة الروتيشن اللي عاملوا مستر أجوستي بوش دفع تمن الروتيشن ده إنه ساعات المستوى بيقل ساعات بنخسر مباريات مش في دورها ولكن المكسب الكبير ومباريات مش في وقتها ولكن المكسب الكبير هو إن انت بتكسب اللعيب نفسه طيب طيب مثلا أنا هنتكلم عن المباراة دي ومباراة التانية معلش أنا عايز أطول شوية في الحتة دي لأن المباراة كان جميلة وفيها دروس كتير مستفاد مباراةنا اللي بتخلص اتنين بونت وثلاثة بونت وبتخلص بعد اكسر طايم دي مباراة عظيمة عظيمة الفائدة يعني إزاي أولا أنت ممكن تكسب عشرين بونت ممكن تخسر ممكن إنما تكسب بسكت أو اتنين لها اتنين أو فايدتين كبار جدا لو أنفقت يعني زي ما بيقولوا فلوس كتير أو إعداد كتير مش هتقدر تجيب النقطة دين أو تكسب النقطة دين دول أو تستفيد بالنقطة دين دول أول حاجة كسب كسب خبرات كسب خبرات إن انت الراجل في الملعب في لعبة صغيرين بيتعلمه يعني يكسبه في آخر سنة ويعني يكسبه في آخر اكسر طايم وزي ما فقدوش تركزه يبقى كسب خبرات تاني ثقة الفوز ثقة الفوز إن الفرقة مهما مر عليها في الملعب عندها ثقة الفوز ودائما ثقة الفوز دي هي نص المكسب فإذا المباراة دي بتديك الفايدتين دول عايز أتكلم عنه الحداشر سنة الأخرانين معلش هنقف عن الحتة دي شوية عشان فيه نقاط أنا عايز أستعرضها مع جمونا دي الحداشر سنة الأخرانين دول يعني فيهم استفادات وفيهم أمور يعني ممكن فرقة ما تكتسبهاش في سنة كاملة أول حاجة هو بعد ما فقد الكرة يهاب أمين وراح يحط البسكت واتعمل معاه فاول ما تصفرش الكرة تعدت عليها بسكت أحمد إسماعيل بخبرة عالية جدا عمل فاول بدون ما يكون فاول متعمد بدون ما يكون فاول متعمد خلي بالكوا الفاولات اللي في آخر وقت ده الحكام غالباً بتصفرها فاول متعمد لأنه انت اتعمت إقاف الوقت ولكن هو عمل الفاول بشكل يبان إنه فاول طبيعي فإذن الفاول ده كان مهم جدا واحد أسباب المكسب هدوء أعصاب اللاعبين ومستر أجوستي ما تفعلوش مع المباراة وشد المباراة ولكن كان أعصاب هادية جدا 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 وكمان يعني مش بس أعصاب هادية لا ده ما نفعلوش مع الحركة اللي حصلت هاجلها طبعاً تغييرة مهيب نزول المهيب من على البنش دي تغييرة المستر أجوستي كان موفق بيها جدا هو عايز تاتا بونت فنزل مهيب مهيب نزل بمن ثلاث اللعيب المحترف مش معنى كده أن أنا قاعد ما بلعبش أو أن أنا مشاركتش أو 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 لا ده نزل بمن ثلاث اللعيب المحترف أنا نازل إن شاء الله هلعب سنة اثنين ثلاثة أربعة هلعب الشاكس في رئيتي عدم انفعال الجهاز واللعيبة بالحركة والإشارات اللي حصلت من أحمد ياسر ما نفعلش ما حدش انفعل ركزوا حتى راحوا للحكام وبدأوا يبرزوا الحركة عشان يبقى فيها رد فعل يفيد الفرق إنما كان ممكن نلاقي من لعبة النادي الأهلي رد فعل معاكس وده كان هيخسرنا على فكرة إنما اللعبة ولا كانها شافت حاجة طلبت بتطبيق القانون والجهاز الفني كذلك ونجحنا نحن ناخد رامية حرة واستحواز من نص ملعب نادي الزمالك طبعا عصاب تومسون يحسد عليها في الرامية الحرة عصاب طبعا أحمد مهيب الرامية السلسية والبسكت اللي حطوهم دول من تحت إيد تومسون تومسون يمكن طول المباراة يمكن مش فأحسن حالاته ولكن الشوت اللي جابها والأسست اللي عمله أحمد مهيب يمكن كافيين إن احنا كنا نكسب كان لازم أستعرض مع حضراتكم يعني الحاجات الإيجابية في المباراة مش بس الفوز الحاجات دي كلها حاجات لا تقدر متمن وفرقة البسكت في نادي الأهلي تستفاد وبتعلق وبتعلق وهو ده ترقم الخبرات اللي احنا بنتكلم عنه